نساء الخير على كل عشاق ومشاهدي شراشة قناة النادي الاهلي اهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم الاسبوعي المجري حين زي ما قلت لكم احنا برنامجنا مفتوح لك في كل الالعاب وفي نفس الوقت قناة الاهلي وبرنامج المجري وكل البرامج وقناتنا مفتوحة احنا هنا ما عندناش تعصم احنا عندنا لا اهلي ولا زمالك ولا اسماعيلي ولا التحاد ولا اي نادي من الاندية احنا بنرحب بكل النجوم اللي خدموا الرياضة المصرية او الرموز والشخصيات اللي هي زي ما احنا حضركم استضفنا الفترة اللي فاتت استضفنا نجوم يعني ولسه فيه نجوم اكتر منهم وانا قلت مش في مجالات كورة القدم بس لا هتلاقوا في الطب وتلاقوا في الهندسة وهتلاقوا في السياسة وهتلاقوا في الرياضة كل المجالات اللي موجودة كل من انتمى الى القلعة الحمراء اهلا وسهلا بيه هنا على شاشة قناة النادي الاهلي النهاردة معنا نجم من نجوم التؤال اوي يعني ايه نجم من نجوم التؤال اوي هو شخصية لها تاريخ كبير اوي وهو نجم من العيار الثقيل لاعب درجي من طراز خاص مشواره كان طويل فيه قصص وحكايات على اعلى مستوى وهتسمع حاجاتي بكل اوي مرة تسمعها مشواره بدأ من نادي هليوبلس من 64 ل 65 هتقول لي نادي هليوبلس اه بدأ من نادي هليوبلس فكرة نادي هليوبلس طلع ناس كتير اوي طلع نجوم كبيرة اوي ولسه نادي هليوبلس بيطلع وانضم لمنتخب مصر وهو في نادي هليوبلس تحت 17 سنة لمنتخب الناشئين ده سنة 65 وده دليل على انه حارس كويس تعارفين يعني ايه لعيب من اي نادي من الاندية الاخرى ينضم لمنتخب مصر وهو بعيد عن الاهل والزمالك دي حاجة حاجة بتبقى مميزة جدا عشان يختاروه حارس مرمى منتخب ناشئين تحت 17 سنة بش من الاهل والزمالك ولا من الاسماعيلي ولا من الاندية كبيرة نادي هليوبلس ده معناها ايه ان حارس متميز جدا وده دخل المنتخب واختروه على اقتناع انا بقول لكم اي لعيب يتاخد من اي نادي غير الاهل والزمالك ده معناه ان العيب يعني مفيش نقاش عليه بعد كده انتقل لنادي الطيران وهو سنه 17 سنة هو في منتخب مصر من نادي هليوبلس سنة 65 من 65 تقريبا ل 68 ومن نادي الطيران انتقل الى نادي الزمالك من سنة 68 ل 71 انا بحاول افتكر لكم لانه تاريخه كبير ولعب كمان منتخب الجماعات سنة 65 من 65 لحد 71 ولعب كمان منتخب مصر الوطني الاول عارفيني ايه منتخب مصر الوطني الاول كان فيه نجوم بقى متعدش كان فيه صالح سليم والفناجيليو وسامير القطب والاسامي ملاش اول من اخر انضم المنتخب الاول سنة 66 من 66 ل 67 وبعد كده ومن 75 ل 77 كان كابتن المنتخب بعد اعتزاله ما فكرش هو كان مجهز نفسه واخد دراساته وهو بيلعب واتجه دايريكت على طول الى العمل الاداري دخل عضو مجلس دارة نادي هليوبلس ثلاث دورات واربع من 76 ل 96 ثم عضو في منطقة القاهرة لقرة الخدم في الفترة من 88 ل 99 تقريبا وعضو مجلس دارة الاتحاد المصري لقرة الخدم لعدة دورات لعدة دورات من سنة 90 الى 2004 ولما جات بقى بعد كده بعد اتحاد الكرة راح للفيفا هتلاقيه برضو مش بقول لكم هو شخصية سرية جدا وشخصية ثقيلة جدا في عالم كرة القدم راح للفيفا قاعد سنوات طويلة في اكبر هيئة لكرة القدم المصرية كلنا عارفين طبعا الفيفا بدأها من منصق عام في كأس العالم 17 سنة سنة 97 ثم عضو في لجنة المسابقات الناشئين في بطولة اكوادور 95 وماليزيا 97 ونجيريا 99 وفنلندا 2003 وبعد كده بقى عضو لجنة المهام الخاصة بالفيفا اللي هي كانت في امريكا واكوادور ونيوزلندا وتريندواد وبعد كده بقى عضو في مشروع الهدف كلنا عارفين مشروع الهدف اللي مبنى عندنا هنا في 6 اكتوبر الفيفا عملت مشروع ده في دول كتيرة جدا كان في فلسطين وفي الأردن ومورتانيا وأنتنيجيو والبهامز وليبيا ونميبيا يعني اشتغل في حاجات كتيرة قوي تابع الفيفا وبعد كده بقى منسق عام في كؤوس العالم اللي هي كأس العالم للقارات كانت في السعودية وبعد كده بقى فرنسا وبعد كده ننجيريا كأس العالم للسيدات أمريكا وحاجات كتيرة جدا وأصبح دلوقتي كمان مسؤول عن كرة الصلاة اللي هي كانت في طيوان ومسؤول الأمن في الفيفا في منديال كوريا واليابان تصفيات كأس العالم 16-2016-2020 وبعد كده اشتغل مرائب مباريات للفيفا في تصفيات الألعاب الأولمبية في كأس العالم هي كان كوريا واليابان ألمانيا وجنوب أفريقيا وأخيرا هو بقى عضو لجنة كرة الصلاة من 95 لحد 2004 عشان كده أنا بقول لكم نجمينا النهاردة اللي إحنا حنستغذيفه معنا اتنقل من هليوبلس للطيران ومن هليوبلس للطيران لنادي الزمالك لعضو مجلس دارة في نادي هليوبلس وبعد كده بقى عضو مجلس دارة في الاتحاد المصري وكورة القدم دورات كتيرة جدا وكان مسؤول عن حاجات كتيرة جدا في كورة القدم المصرية نجمينا النهاردة هو نجم من نجوم الكرة المصرية ونجم نادي الزمالك المهندس هشام عزمي نجم هليوبلس والطيران والزمالك وعضو اتحاد الكرة والفيفا لسنوات طويلة تعالوا نستقبله ونشوف جوابته ايه هو اخذ المشوار ده ازاي ليه اتجه للعمل الاداري ليه مدخلش التدريب ليه مصر ما نجحدش في كاس العالم اللي كان مفروض احنا كنا ندخلين ننافس فيه وجنوب افريقيا فازت به حاجات كتيرة جده هنتكلم معاه فيها هو مشواره طويل النجوم اللي كانوا اصحابه النجوم اللي هم كانوا بيهزوا مصر عشان كده بقول لكم 67 قضت على نجوم كتيرة قاوي 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 في مصر كان هيبقى ليهم باع كبير في الكرة المصرية لكن هي دي حالة جونيا ناس بتبطل وناس بتطلع وناس بتبطل وناس بتطلع تعالوا استقبل نجم الليلة المهندس الشام عزمي زي ما قلتلكم هنشوف هيقول لنا ايه يلا بيهن